السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهداف الدرس يتوقع من الطالب عند الانتهاء من هذا الدرس أن يكون قادرا على أن ماذا يوجد في الصورة أمامكم عزيزي الطلاب أحسنتم إجابة هي كاميرا الويب عنوان الدرس أجهزة الحاسو حمد لقد طلب مني معلمي تقديم عرض مصور عن الحياة البرية في دولة قطر هل بإمكانك مساعدة ريم؟ بالطبع عليك أن تستخدم الأجهزة الملحقة بالحاسوب لالتقاط الصور والفيديو وحفظها في جهاز الحاسوب حمد رائع يمكنني أيضا استخدام الطابعة لطباعة نتيجة عملي على الورق الكتاب من صفحة خمسين إلى صفحة رقم ستين الملفات يمكنك إنشاء هذه الأنواع من الملفات باستخدام أجهزة الحاسوب الصوت والصور والفيديو والنص تسمى هذه بملفات البيانات أجهزة الالتقاط هي أجهزة تستخدم لالتقاط البيانات مثل الصوت والصور والفيديو ثم إدخالها إلى جهاز الحاسوب أمثلة عن بعض أجهزة الالتقاط الميكروفون الميكروفون أو اللاقة الصوتي هو جهاز التقاط الصوت وإدخاله لجهاز الحاسوب كاميرا الويب هي جهاز يلتقط الفيديو والصور لجهاز الحاسوب بشكل مباشر وتستخدم للتواصل المرئي عبر الإنترنت الكاميرا الرقمية تستخدم عادة لالتقاط صورة ثابتة بجودة عالية كاميرا الفيديو تستخدم لتزيل والتقاط المشاهد بالصوت والصورة لتكون مقطع فيديو يمكن استخدام لوحة المفاتيح والفأرة للتفاعل مع جهاز الحاسوب لإدخال البيانات توجد أجهزة متعددة أخرى للتفاعل والتحكم بالحاسوب أجهزة التفاعل هي أجهزة تستخدم للتحكم بجهاز الحاسوب 1- لوحة اللمس هي سطح أملس تستخدم للتفاعل مع جهاز الحاسوب لإدخال الأوامر عن طريق اللمس بالإصبع توجد لوحة اللمس في الحواسيب المحمولة وتغنينها عن استعمال الفأرة 2- شاشة اللمس تستخدم للتفاعل مع جهاز الحاسوب وإصدار الأوامر عن طريق لمس الشاشة باستشعار حركات اليد أو القلم 3- كرة التتبع 4- جهاز إدخال يشبه فارة معكوسة تتوسطها دأ كرة يمكننا تحريك الكرة بالأصابع أو بكف اليد 4- عصى اللعب 4- تستخدم عصى الألعاب بشكل نواسع للتحكم في ألعاب الحاسوب 5- متحكم الواقع الافتراضي 5- يكون عادة على هيئة نظارة نرتديها فنشعر وكأننا انتقلنا إلى مكان آخر في العالم 6- ونسمى ذلك الموقع الافتراضي محاكاة أو نمذجة الواقع الحقيقي 7- يحتوي جهاز الواقع الافتراضي على العديد 8- حفظ الملفات البيانات 8- يحتفظ حاسوبنا بالبيانات داخل القرص الصلب الداخل الذي يسمى عادة بالقرص C 9- إذا كانت بياناتنا كبيرة الحجم يمكننا استخدام وحدة تخزين خارجية 10- أجهزة تخزين 10- هي الأجهزة المستخدمة في حفظ وتخزين الملفات البيانات 11- القرص الصلب 12- هو وحدة التخزين الشائعة ويعتبر من أكبر وحدات التخزين من حيث الساعة التخزينية 12- الذاكرة الوامضة 13- تتميز بأنها رخيصة الثمن 14- متوفرة بأحجام مختلفة ويسهل حملها معنا إلى أي مكان 15- ثلاث 16- بطاقة الذاكرة 17- تتميز بأنها صغيرة الحجم والصمك 18- وتستخدم عادة في بعض الهواتف الذكية 19- والكاميرات الرقمية وأجهزة العلعاب الإلكترونية 20- لتخزين الصور والفيديو وحفظ الملفات 21- مما يجعل من السهل نقلهم لجهاز الحاسوب 21- أربع الأقراص المدمجة 22- يمكن أحفظ الأنواع المختلفة من ملفات البيانات 23- على الأقراص المدمجة المضغوطة بما فيها مقاطع الصوت والفيديو 23- إن الأقراص المدمجة الرقمية DVD 23- هي الجيل المطور من الأقراص المدمجة CD 24- وتبدو شبيهة بها تماما 25- ولكنها ذاك سعة أكبر كثيرا 25- من الشاشة إلى الورق 26- هل تعلم أنه يمكنك طباعة كل ما تراه على الشاشة على الورق؟ 27- يمكن طباعة النص والصور والرسومات على الورق باستخدام جهاز الطابعة 28- لطباعة الملفات عليك التأكد من التالي 29- أولا اتصال حاسوبك بالطابعة عبر كابل USB 30- كما تشاهدون أمامكم في الصورة 30- تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على حاسوبك 31- الطابعة في وضع التشغيل 32- أنواع الطابعات 33- طابعات نفذ الحبر 33- طابعات الليزر 34- تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على حاسوبك 34- ثلاثة الطابعات الحرارية 35- أربعة الراسمة 36- أربعة الراسمة 36- أربعة الراسمة 38- أربعة الراسمة 38- ما اسم الجهاز الذي أمامكم 38- إنها الذاكرة الوامضة 39- الفلاش ممري 39- تتميز بأنها رخيصة الثمن 40- متوفرة بأحجام مختلفة 39- ويسهل نقلها وحملها معنا إلى أي مكان 39- عزيزي الطلاب 40- انتهت حصتنا لهذا اليوم 41- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 16- و albo